الندوغ الزواجي جزء من بناء الندوغ الزواجي فكرة التسامح بدون مهارة التسامح مش هيحصل لنا حالة ان انا اندوغ زواجيا يعني بيظل الناس مزنوئين في سنقنا جواز ومش قادرين يندوغوا زواجيا لان هم اعادين لبعض على الوحدة لكن لما بتبقى فيه مهارة التسامح الزواجي بنقدر نفتح مساحات كبيرة جدا 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 ولذلك حضرة النبي لما علمنا التماس العزر ما كانش بيعلمنا التماس العزر في الساحة العامة في الحياة العامة لكن اول مكان لازم التمس فيه العزر وامارس فيه التسامح كان البيت وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان سمع عامة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو رواعا وسيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نعف عن الخادم فصمت ثم عاد عليه الكلام فصمت صلى الله عليه وسلم فلما كانت السلسة قال اعف عنه في كل يوم سبعين مرة يعني ايه يعني عندنا اذا كان نعف عن الخادم سبعين مرة طبعا نعمل ايه بقى في الزوجة التي هي ليست بخادم نضرب السبعين دولف مية طب بلاش نطلبهم في عشرة طب نعمل كده مع الزوج اذا التفاصيل اللي بيقفوا الناس دي على بعض دي في عشرات المواقف اللي حاطرت النبي صلى الله عليه وسلم تعامل فيها بالمسامحة فيضرب لنا فيبقى عندنا مثال مثلا مثال لما السيدة عائشة مثلا كسرت صفحة السيدة حفصة ولما اختلفت السيدة عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاطرت النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية ارتضى ان يحكم بينهما سيدنا او بكر وبعد ما احتد سيدنا او بكر على السيدة عائشة ليه طيب احتدم الموقف بالرسول الله صلى الله عليه وسلم وبكل مسامحة لجأ الى تقييم الموقف من خلال سيدنا ابو بكر الله ده شيء مهم جدا ان احنا نفهم ده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ان التسامح هو في حد اكثر تسامح من رسول الله لكن التسامح معناه ان احنا نشيل جذور المشكلة عشان لا تتكرر وعشان كده لما نيجي نفكر ازاي نكتسب مهارة التسامح الزواجي هنلاقي النهاردة عمل لكم حاجة تسهل عليكم وممكن نطبقها عندنا مسلس كده بيتكون من ثلاثة اضلاع اسمه هرم التسامح الزواجي هرم التسامح الزواجي في شوية حاجات كده لازم تعرفوها واحنا بنتكلم عن المسلس المسلس بيتكون من قاعدة بتاعته التغاضي يعني نسبة التغاضي هتكون الاعلى ثم نسبة العتاب يعني التنبيه الرشيد على اننا نحتاج الى تغيير ثم التوقف ان احنا ندرس المسألة ونتوقف عن بعض الاشياء التي لابد ان نتوقف عن التلاث اضلاع دول مش معناهم بكرر ان انا مش متقبل ما فعل عنقول شوية قواعد بقى تبين لنا ازاي المسلس ده هو مسلس تسامح احنا مفاهمين ان التسامح خلاص خلاص يا عم المسألة خلصت ومعرفش ايه ده في بعض الاحيان يعمل ايه يعمل تخزين لكن التسامح اللي احنا بنتكلم عنه تسامح تد تخزين الزواجي تسامح تد التراكم الزواجي تسامح ضد الحالة المتلاء الزواجي ازاي تعالوا ناخد اول ضلع الضلع الاولاني والتغاضي لازم يكون التغاضي ده عن بصير واعي يعني انا بنقول ايه الشخص المتغاضي مش انه هو مش شايف الخطأ لا هو شايف الخطأ واعي به بس هو ايه اللي حاصل شايف اني لابد ان انا اعيش بالفضل مع شريك حياتي ففيه اشياء كاني ما شفتاش وفيه اشياء الراجل اللي هيتغاضي هيتغاضي وهو عارف عارف يعني ايه عارف وفاهم فبيتغاضي وهو نفسه راضيه لان العشرة بتقول كده والحياة بتقول كده بس الشطارة انك لما تيجي تتغاضي وده في ادنى درجات الهرم تتغاضي وكأنك مش عارف اللي بيسموه اللي احنا بنسميه اتغاضي الاريحي اشتركوا في القناة